دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس الثامن هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا تمارين أجب عن الأسئلة الآتية من هذا الرجل ومن ذلك الرجل ما اسم التاجر؟ ما اسم الطبيب؟ من أين سيارة الطبيب؟ من أين سيارة التاجر؟ أين بيت التاجر؟ أين بيت الطبيب؟ اقرأ واكتب هذا الولد خالد وذلك الولد محمد هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم هذه السيارة لعلي وتلك لخالد هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق لمن هذه الساعة هي لعباس أهذا البيت للطبيب؟ لا هو للمدرس أهذه الدراجة لابن المؤذن؟ نعم من هذا الولد؟ هو طالب من الصين أذلك البيت جديد؟ لا هو قديم جداً هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا هذا السكين من ألمانيا وتلك الملعقة من إنجلترا اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله مثال هذا كتاب هذا الكتاب لمحمد هذا طبيب من الهند من الهند هذه سيارة من الهند للمدير ذلك ولد من الهند ابن المدرس تلك ساعة من سويسرا هذا بيت للمهندس للمهندس هذا قلم لعباس ذلك رجل من الهند مؤذن هذه بيضة كبيرة هذا منديل مؤذن 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 لمن هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب لمحمد محمد عباس المدرس المدير الفلاح المدرس 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 عمار عمار بنت الفلاح بنت المدرس ابن المدرس الدم الطبيب الطالب تأمل الأمثلة الآتية البيت في البيت من البيت إلى البيت المستشفى في المستشفى من المستشفى إلى المستشفى أمريكا في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا اقرأ واكتب هذا الطبيب من إنجلترا ذهب حامد إلى فرنسا محمود مريض هو الآن في المستشفى ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى هذا المهندس من أمريكا اقرأ السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس أين سيارة المدرس هي أمام المدرسة أين بيت الإمام بيت الإمام خلف المسجد أين جلس حامد جلس خلف محمود ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب الكلمات الجديدة المستشفى ألمانيا إنجلترا سويسرا السكين فرنسا أمام خلف أمام 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 أمام